التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا وقد تجادب السموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أطراف الحديث حول سبل تعزيز أسس التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعود وفي شتى المجالات كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية ومسيرة التنمية والتحديث التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في المملكة الشقيقة ويقودها سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان السعود في جميع الاتجاهات والقطاعات التي تمس حياة الشعب والمجتمع السعودي الشقيقة وتنعكس إيجابيا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعود بالخير والرخاء والتقدم على شعبها الشقيقة حضر اللقاء سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر